ونحن نتكلم عن اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأزون دايماً طبقة الأزون أكتر معلومة وأكتر كلمة مرتبطة بيها في أذهلنا فكرة الثقب المتواجد في طبقة الأزون خلينا عرف من حضرتك دلوقتي إيه الحالة اللي وصل إليها في هذا الوقت الحالي وأهمية أصلاً طبقة الأزون بالنسبة للأرض الحقيقة خلينا نقول إن العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للأزون اليوم اللي هو 16-9 احتفالاً بأول بروتوكول عقد في مجال حماية الطبقة الأزون وده كان في 1987 والحقيقة ده الاتفاق الوحيد اللي وقع عليه كل دول العالم 197 دولة والاتفاق الوحيد اللي وقعت عليه كل الدول الحقيقة طبقة الأزون بتجود في الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي عندنا الطبقة الأولى اللي احنا عايشين عليها بيسموها التروبوسفير الطبقة الثانية ستراتوسفير وده على ارتفاع من 15 كيلو لغاية 35 كيلو من سطح الأرض الطبقة ده الحقيقة عبارة عن إيه على الأزون الأزون ده عبارة عن ثلاث زرات أكسوجين بيتحدوا مع بعبيدين أوسري الأزون ده الحقيقة له ميزة كبيرة جداً ربنا عمل لنا فلتر طبيعي يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الشمس بتطلع نوعين من الأشعة اللي هي تحت الحمراء وفوق البنفسجية التحت الحمراء اللي هي بتسبب لنا الدفء والضوء التحت البنفسجية وفوق البنفسجية ده أشعة ضرة جداً بتسبب السرطان بتسبب عمى بتسبب تغيرات وراسية عنيفة لو الإنسان تعرض لمثل هذه الأشعة شكراً ربنا عمل لنا هذا الفلتر الطبيعي إيه اللي حصل في هذا الفلتر الطبيعي؟ طبعاً نتيجة استخدام الإنسان لحاجة اسمها الفريونات الفريونات دي عبارة عن ثلاث حاجات مرتبطين ببعض الفريون اللي هو فلور وكلور وكربون وأحياناً البروم وأحياناً اليود المجموعة دي كلها مع بعض بتستخدم في التكييفات عشان تبرد الهوى في الأيريولات في المبيدات كل دي بنستخدمها العالم وطبعاً مع كثرة استخدام العالم لهذه المواد في هذه الأجهزة الكبيرة جداً هذه الغازات تطلع لأنها أخف من الهوى فلاقيت طبقة الأزون فوق فابتدت من صفات هذه المواد أنها تتفاعل مع طبقة الأزون فابتدت تكلها وعشان كده سببت ما يسمى مجازاً بسقب الأزون وتخلق طبقة الأزون هو ده اللي حصل فيه مشكلة الأزون